ضمن نشاطات الجامعات العراقية لتبادل وجهات النظر ومواكبة التطورات الحصلة في الاختصاصات المتعددة وتفعيل سبل التعاون المشتركة استضافت كلية الطب في جامعة النهرين ومداء كليات الطب العراقية في اجتماع موسع للبحث في أطر العمل المشتركة ومواجهة التحديات والعقبات ووضع الحلول لمعالجتها بالحقيقة المحاور التي ضمنها الاجتماع محاور متعددة تشمل تطوير المناهج في التعليم الطبي وفي كليات الطب وايضا استحداث بعض الدراسات في التخصصات الطبية في مجال الدبلوم العالي والماجستير في تخصصات مختلفة اعتمادا على حاجة سوق العمل وايضا قضايا أخرى ومحاور متعددة تم نقاشها في هذا الاجتماع نأمل أن نخرج بنتائج إيجابية وبتوصيات مهمة كليات الطب في العراق وفي كل العالم لها خصوصية في مواضيعها المواد لتناولها ودائما مشاكلها تختلف عن باقي الكليات يعقد اجتماع الدوري لعمداء كليات الطب في العراق لجنة عمداء كليات الطب تناقش هذه المواضيع التي تحال إليها على الأكثر من الوزارة أو مقترحات تعديل بنظام الدراسة أو مشاكل كليات الطب تعرضها وتحل ونقاش مفتوح ودائما نطلع بلتائج جيدة جدا تؤدي إلى تحسين إداء كليات الطب هذا الاجتماع الدوري ضروري جدا لحل جميع مشاكل واقتراحات كليات الطب أو حل مشاكل الطلبة وتخلل الاجتماع مناقشات موسعة مع إبداء وجهات النظرة حول الروحة الواقعية والمستقبلية لكليات الطب وما يتضمنه من آفاق الناء في الحقل المعرفية الطبية في العراق فصار فد مقترحة الحقيقة قدمتها وزارة الصحة بعد حدوث بعض المشاكل أنه تنفتح دراسة الدبلو في نقل الدم اتبنتها كليات الطب جامعة بغداد واتصلت ببعض الأساتذة الكرامة اللي هم الكبار الأساتذة في الباطنية وفي فرع الأمراض الباثولوجي سووا وفد هيكل لهذه الدراسة عرض هذا في مجلس الكلية وحصلت الموافقة عليه بس تعرفون كل دراسة بهذا الحجم ودش من العراق كله ممكن تنبحث في جامعة وحدة فعرضوا اليوم على مجلس العمداء مجلس عمداء كليات الطب في العراق وبعض الأفكار الجديدة ايضا طريحت وان شاء الله رح ننجح في كوين هذا الهيكل لبئذة هذه الدراسة اجتماع اليوم هو اجتماع محتاد لجنة العمداء كليات الطب العراقية وتتناقش فيه الأمور اللي تخص القطاع الطبي اللي خاص بالكليات الطب العراقية فيتناقش فرض من مواضيع كثيرة تخص تحول النظم التعليم الطبي المتكامل الكليات بدت تتحول هذا النظام وتناقش أمور تخص لنظم الانتحانات نظم التقويم الكتب اللي تيجي من الوزارة تحتاج إجابة فهل المواضيع اللي تناقش عادة في لجنة العمداء ومن الجدير بالذكر اشارة السادة الحضورة الى الضرورة القصوى لعقد مثل هذه اللقاءات من عجل تفعيل سبل التعاون والارتقاء بالمستوى العلمي بين الجامعات العراقية وتوحيد الرؤى للتخصص أمير غازي قناة الجامعية جامعة النهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة